ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد صباح اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس مهنئا إياهم بتأسيس جامعة الذيد واختيارهم أعضاء لمجلس أمنائها لما لهم من خبرات ستصهم بجهودهم في انطلاقة الجامعة وتقدمها بشكل سريع علميا وعمليا في المجالات المتخصصة فيها حتى تصل إلى المستويات العالية ضمن الجامعات واعتمد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد خلال الاجتماع تشكيل اللجان وتناول الاجتماع الحديث الرؤية والسياسة العامة لجامعة الذيد وأهدافها العلمية والعملية والمجتمعية وبحث وضع أنظمة العمل والإجراءات التي تتناسب مع الرؤية الطموحة للجامعة وتوفير كافة ما يلزمها من اتياجات